الساعة الآن الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة وده موعد موجز الأمباء بصحب زمالتنا بين الشرقاء صباح خير منك أهلا بك يا مصطفى الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي متانة العلاقات المصرية الأمريكية والأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون بين البلدين خاصة على الصعيد الأمني والاستخباراتي ودعم جهود استعادة لاستقرار بالشرق الأوسط جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الشهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية من جانبه نقل بيرنز لرئيس السيسي تحيات الرئيس بايدن وتأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأمريكية قال الرئيس السيسي إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة مرحلة صعبة من التقلبات السياسية والاقتصادية وخلال كلمته في احتفال الشرطة بعيدها الواحد والسبعين شدد الرئيس السيسي على أن المصريين رفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى مؤكدا أن بناء الدول لا سبل له دون الحفاظ على الأمن القومي كما شدد الرئيس السيسي على أن الدولتات تعمل في كل القطاعات لأن كل الملفات كانت تحتاج لمواجهة حقيقية وأضاف أن تطورات المشهد الدولي مثل أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية إنعكست على العالم كله أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمشروعات مجال الكهرباء باعتباره قطاعا حيويا يرتبط بمسارات التنمية وخلال اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لاستعراض عدد من ملفات الوزارة اطلع مدبولي على آخر التطورات في مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر وكذلك سير العمل بمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن على اطلاع كامل بتحقيقات وزارة العدل في قضية الوثائق كما اكد البيت الابيض ان تفتيش منزل الرئيس بايدن تم طوعيا وبطلب من محامي مشيرا الى ان الرئيس بايدن شدد على اهمية بقاء التحقيقات في قضية الوثائق المستقلة لقي السبعة اشخاص مصرعهم واصيب الشخص اخر في حادث اطلاق نار شمال ولاية كاليفورنيا الامريكية يأتي هذا الحادث بعد نحو 48 ساعة من قتل رجل عشرة اشخاص داخل ملهاب القرب من لوس انجلس وذلك خلال احتفال بمناسبة رأس السنة القمرية قبل ان ينتحر قال المدعي العام الالماني ان الادعاء وجه تهم الخيانة العظمى لخمسة اشخاص ينتمون لجماعة ارهابية خططوا لاختطاف وزير الصحة وكانوا مستعدين للسفك الدماء من اجل القيام بانقلاب وقال للدعاء في بيان ان الجماعة التي تشكلت في منتصف يناير 2022 حددت لنفسها هدفا يتمثل في تهيئة ظروف مشابهة للحرب الاهلية في المانيا عن طريق العنف على امل الاطاحة بالحكومة والديمقراطية البرلمانية قال الرئيس الاوكراني فولاديمير زيلنسكي ان التغيرات في المناصب العليا في الحكومة وفي الاقاليم ستتم خلال ساعات واوضح زيلنسكي ان هناك قرارات تم الاعداد لها بالفعل فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الاخرى وكذلك في الاقاليم وفي منظومة انفاذ القانون كان الرئيس الاوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات واستصل سلة من الوقاع المتعلقة بتلقي شكاوى وممارسات مجبوهة اطلقت منظمة الصحة العالمية نداء لجمع مليارين وخمسمائة مليون دولار هذا العام للاستجابة لعدد غير مسبوق من حالة طوارئ الصحية التي تحدث في الوقت نفسه في العالم وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم إن المنظمة تستجيب حاليا لأربع وخمسين أزمة صحية في العالم صنفت 11 منها على أعلى مستوى من الطوارئ الصحية مما يتطلب استجابة واسعة لنطاق وأشدد أدهانوم على أن شبكات الرعاية الصحية أصبحت ضعيفة وهشة بعد ثلاثة أعوام من تفشي كورونا ووصول موجة من وباء الكوليرا والحصبة لعدد من الدول يلتقي غدا الأربعاء منتخب مصر لرجال كرة اليد مع نظره السويدي في دور ربع النهائي ببطولة العالم المقام ببولندا والسويد والتي تستمر حتى يوم 29 من يناير الجاري جاءت مواجهة الفراعينة للسويد في ضد صعود منتخبنا الوطني كثاني المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 3025 بآخر مواجهاته في الدور الرئيسي في بطولة العالم نهاية موجة الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل